ومراسل العربي أحمد دروش ينضم إليه من هناك أحمد الأخبار العاجلة التي وردت خلال الدقائق القليلة الماضية تشير إلى سقوط طائرة مسيرة في قاعدة عسكرية جنوب حيفان ما التفاصيل؟ مدير الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن إصابة أكثر من عشرين إسرائيليا جراح منهم توصف بأنها خطيرة نتيجة لسقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة بالقرب من بنيمينة بالقرب من الخديرة التي تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تقييدا على تفاصيل ما حدث وهذه بحد ذاتها إشارة إلى أن المنطقة المستهرفة هي منطقة عسكرية إسرائيلية وكان الشهود عيان تحدثوا لتلفزيون العربي في وقت سابق عن سقوط طائرة مسيرة في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة وهروع سيارات الإسعاف إلى هناك لنقل المصابين الحديث عن عدد كبير من المصابين الإسرائيليين هذا الحدث يتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع الأسبوع الماضي أطلقت طائرة مسيرة من العراق سقطت داخل قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 30 جنديا إسرائيليا أو حتى أكثر من ذلك الآن يتكرر هذا الأمر طائرة مسيرة على ما يبدو تتمكن من الدخول إلى قلب قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي هناك عدة قواعد في تلك المنطقة منها قاعدة للواء جولاني الذي يقاتل في هذه الأثناء في الجنوب اللبناني ويبدو أن ذلك أدى إلى إصابات كثيرة نذكر الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تزال تفرد تقييدات على هذا الأمر تقييدات واسعة مدير الإسعاف الإسرائيلي يتحدث عن أكثر من 20 مصابا جراح خمسة منهم خطيرة نظرا أو بناء على الأنباء الأولية التي لا تزال ترد حتى الآن قد تتغير هذه المعطيات في وقت لاحق بناء على وصول التواقم الإسعاف الإسرائيلي إلى الحدث أو وصول المصابين الإسرائيليين إلى المشافي الإسرائيلية كانت صافرات الإنذار دوت في تلك المنطقة خلال النصف ساعة الأخيرة لكن إسرائيل كانت تحذر من صواريخ في تلك المنطقة فربما يكون الحديث عن عملية مركبة لحزب الله اللبناني يتم إطلاق صواريخ من أجل إلهاء الدفاعات الجوية الإسرائيلية وبعد ذلك تتقدم المسيرات وهذا ما أعلن حزب الله اللبناني بفعله أكثر من مرة منذ بداية الحرب أحمد فقط اسمح لي نعم اسمح لي